لا غرابة إن غادر هؤلاء بأيديهم وقلوبهم الفارغة إن كانوا لا يملكون سواها لا يحملون شيئا سوى أرواحهم والأمل في النجاح ثياب يرتدونها واغطية يعتقدون أنها قد تقيهم ما يعرفون أنهم ملاقوه في رحلتهم المجهولة هذا حال سكان مدينة الحديدة وهم يجبرون على النزوح هربا من الموت وحيدين وبلا وجهة رحلة نزوح لا تقل خطورة عن البقاء وفي كليهما موت محدق ومصير مجهول لكنها الحرب حيث لا خيارات ولا فرصة للتفكير حال اضطرت لمواجهته خمسة آلاف ومئة أسرى نزحت من مدينة الحديدة منذ مطلع الشهر الجاري فقط بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة شأتتين بني نزحنا نحن ويقعون ما زكاكوا هنا من هناك على الحديدة اللي بكر أهم كطعي واللي بكر أهم زيدي واني زاني مغالي بألك على اللي هناك فاللي هناك واني لحولة لي وعلى قوة والنار قدوا حنا نبكي وانكم حنا نبكي تكاليف باهظة تتطلبها رحلة النجاة هذه وعناء تستقر بعده الأسر متوزعة إن نجت من غارات التحالف فمنهم من استقر في القرى المحيطة بالمدينة وأغلبيتهم اتجهوا لصنعاء وإب يقول ناشطون إن بعض الأسر اضطرت للتسول وأكل أوراق الشجر خاصة وأن أغلبهم لا يملكون مقاومات النزوح ويعتمدون في خططهم على الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمات الإنسانية الدولية روحنا محلة لي وحصلنا الناس مليان هناك ما قدرنا أن يجلسوا الناس في الحوش راملين نفسهم هناك ما صعبت أخلي أطفالي هناك هاني أحد النازحين وأحاله كأغلبهم ممن وصلوا لهذه المدرسة في الجزء الغربي من صنعاء والتي لا تستوعب العدد الكبير للنازحين ولا تتوفر فيها الضروريات للحياة الأمر الذي يدفعهم للبحث عن أماكن للسكن ولو دفعوا ضعف إيجارها بسبب الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الشقق بصنعاء فضلا عن معاناة توفير الطعام وباقي احتياجاتهم الأساسية حرب وخذلان معاناة تضاف لأخرى فلا مدخرات ولا أعمال ولا من يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه أزمة إنسانية مخيفة بهذا الحجم موسيقى شكرا